هنروح على مايار الشريف طبعاً تعرفين مايار الشريف بتأدي أداء رائع في التنس الأرضي وطبعاً شاركت في بطولة استراليا ونجحت إنها تكسب مباراة وتتأهل لها مايار الشريف بتلعب تلقى الدعوة في بطولتين قطر المفتوحة ودبي العالمية طبعاً إنت ممكن ما تبقىش تأهلت بس بتاخد يعني وي كارد من الاتحاد الدولي إنت تلعب في البطولتين مايار الشريف لعبة المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي ونجمة النادي الأهلي وصلها دعوة للعبة في بطولتين وهما بطولة قطر المفتوحة ودبي العالمية عشان تشارك فيهما بعد المستوى المميز اللي ظهرت عليه في البطولات اللي فاتت بطولة قطر دي هتتلعب في الفترة من واحد لستة مارس قربت جداً بطولة دبي من سبعة لعشرين مارس كل بطولة دي خمسمائة نقطة يعني تقريباً لو شاركة دي ممكن تاخد خمسمائة نقطة شاركة خمسمائة نقطة أكيد هيدوها يعني وهيحسن لها الترتيب العالمي مايار عندها تحدي كبير مايار عايزة تخش في أعظم مائة لعبة في العالم احنا عندنا يعني اللعبة أنس التونسية الحقيقة ترتيبها الحاجة والتلاتين على ما أتذكر أنس جابر ترتيبها الحاجة والتلاتين أنس جابر مشرفة للعرب كلهم والحقيقة يعني نفس الكلام بالنسبة لمايار وإن شاء الله مايار هتوصل لهذا الترتيب والنتائج والسلوب لعبها مبشر ما خلينا يعني طمعانين وراحين معا في حتة تانية وبتهيأ لي بعد البطولين دول ممكن تخش المية وخلينا أقول لكم حاجة أن محمد صلاح حتى لما قال على مايار وتكلم على مايار قال لها مايار اشتغلي على المنتالي بتاعتك وخلي بالكو أنا أمبارح وأنا أتفرج على مياتش الحقيقة لفربول يعني هقول لكم وقف يعني يمكن كان ابن جنبي فكنت بحكيله بقوله المنتالي هي أساس اللاعب ومحمد صلاح فهم الكلام ده وكنا بنشوف من كتبه اللي كان بيقرأ فيها أنه بيشتغل على المنتالي بتاعته ودي رسالته اللي اداها لميار الشريف كل ما هتطور من أدائك الفكري والزهني هتبقى في حتة تانية في الرياضة هتقول لي يا كابتن طب هو إيه اللي علاقة بين زهني ده رياضة ده جاري لا تفرق كتير ما كل بيجري وفيه ناس ممكن تكون بتجري أكتر منك وفيه ناس عندها فتن ساحسن منك ولكن الشغل المنتاليتي والعقلية الاحترافية والعقلية جوى الملعب وإزاي تطور من أدائك هو ده المربط الفرس ودي النصيحة اللي قال لها محمد صلاح وخلي بالك خلي بالك ومحمد صلاح برضو ما بقى الزغير بقى لي وجهة نظر يقدر يشوف مين اللي يقدر ومين اللي ما إدارش مين اللي عنده مين رخامك كويسة هو شاف ميار أنها تقدر تشرف مصر فاللهي ميار أنا متابعك والعبي على المنتاليتي بتاعتك ويركزي فيها هتبقى حاجة تانية خالص الحاجات دي بنتبك عليها عشان النشق النشق يسمع ويشوف أنه مش بس أنه أنا راح التامير وراجع لازم أشتغل على المنتاليتي والقدرة الزهنية لها في الملعب وده اللي بيفرق بيننا وبين أي لعيب تاني أو لعيب بطل ولعيب مش بطل